طيب نروح لنجم آخر بوجبة طبعا وطبعا نجم المان يونايتد اللعب الإنجليزي اللي يمكن المان يونايتد بيبقد الأمل بشكل كبير جدا في البقاء على النجم ونجم وسطه الفرنسي الدولي بول بوجبة اللي بينتهي عقده مع المان يونايتد في الموسم الحالي طبعا ما فيش أي تقارب من وجهات النظر بين اللاعب أولا وبين الإدارة وبين اللاعب وبين المدرب سول شاير وبالتالي التجديد أعتقد حيبقى صعب جدا جدا لكن على حسب صحيفة ماركا الأسبانية النهاردة أن ريال مادريد بات أقرب من أي وقت لانضمام بوجبة في الموسم القادر ماركا قالت أن ريال مادريد يكسف موفاوضاته مع بوجبة اللي يبحث كمان باهتمام فرق كتير على مستوى العالم منها اليوفينتس ومنها بارشولونا ومنها باريس تانجرمان وأعلن نادي منشستر الونايتد يمكن مبارح أنه دلوقتي بوجبة متواجد في دبي من أجل الاستفادة من الطاقس الدافئ هناك في التعافي طبعا من الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الفرنسي الحقيقة من المتوقع أن يغيب طبعا اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين أنا أقول من حضراته دلوقتي يمكن بوجبة هو الأقرب إلى ريال مادريد يمكن من العام الماضي كان وجود طبعا شروتي وجود حتى زين الدين زيدان كان هذا اللاعب تحت أنظار ريال مادريد بشكل كبير جدا لكن الأمور كمان ممكن تتغير بشكل أو بآخر يعني لسا مبارح اليوفينتوس بيقدم عرض لبوجبة كمان باريس سان جيرمان في صفوف المتفاوضين لضم هذا اللاعب الكبير طيب لسا عندنا أخبار كتيرة جدا جدا كمان عن الصحف العالمية قالت ايه من خلال زي ما بقول لحضراتكو وصول بعض المنتخبات لكاس العالم اخفاق بعض المنتخبات للوصول لكاس العالم هنتبعها مع حضراتكو في المحترف